تحية طيبة وأهلا بكم عبر هذه التغطية الخاصة بالاستفتاء الشعبي العام الذي تشهده اليونان مستقبل البلاد ومصير أول حكومة يسارية في دول الاتحاد الأوروبي بات في يد الشعب والمقترعين المنقسمين بين مؤيد لمقترحات الإنقاذ المالي ومعارض لها الاستفتاء الشعبي والصور الأشمل في تقرير نستهل به تغطي غنى هذه للزميلة راني بولوس أغلقت صندوق الاقتراع وبقيت ساعة قليلة تفصل الشعب اليوناني من معرفة مصيره هل ستتقبل اليونان شروط مجموعة اليورو أم أنها سترفضها مطالبة حلولا أخرى؟ إذن ما هي السينوريوهات المحتملة؟ في حال انتخب الشعب نعم أي قبول شروط اليورو وسياسة التقشف فستكون هناك علامة سؤال كبيرة حول مصير حكومة تسيبراس علما بإعلان وزير المالية يانيس فاروفاكيس عن استقالته من منصبه في حال اختار الشعب الموافقة على هذه الشروط فيبقى السؤال حول مصير تسيبراس وحزبه أما في حالة كون النتيجة رفض الشروط الأوروبية فسيكون هذا انتصارا كبيرا لتسيبراس ليبدأ فرض شروطه والمطالبة بحلول أخرى لم أكن متوقعا بأن أوروبا الديمقراطية لا تفهم ضرورة إعطاء الوقت والمساحة للشعب حسم المعادلة إذن ما تبقى لنا وللشعب اليوناني بالتحديد هو الانتظار لنتائج الانتخابات الليلة هل اليونان ستبقى خاضعة لشروط مجموعة اليورو أم أنها ستخوض حربا سياسية واقتصادية للحصول على شروط أفضل لشعبها وبالطبع سنتواصل لاحقا مع مفادتنا إلى العاصمة اليونانية أثنى رانين بولوس أما الآن فينضم إليها في الستوديو الإعلامي والمحلل السياسي خميس أبو العافي مرحبا بك سيدي مرحبا هل اليونان باتت عبء على الاتحاد الأوروبي أم تهديد؟ هي بالطبع مزيج من المصطلحين هي عبء اقتصادي وتهديد للكيان الاقتصادي ليس فقط لأوروبا بل للعالم بأسره لذلك ليس غريبة أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية عبر متحدثيها الرسمين بمناشد الطرفين قبل أيام عدة بالاجتهاد بالإكثار من اجتهادهم للتوصل إلى مخرج من هذه الأزمة الذي ينذر استمرارها بضرب الاقتصاد العالمي هناك ما نتحدث عن أكثر من تريليون مليارد يورو أي ألف مليارد يورو خسار الاقتصاد العالمي في حال سقطت اليونان كيف تقرأ من يعتبر من الشعب اليوناني أن ما يحدث الآن هي نتيجة لخيبة الأمل في الشارع من الاتحاد الأوروبي وممارساته؟ لو سألت مواطنون داخل الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال مواطنون ألمنيون أو بريطانيون أو فرنسيون لا سمعت منهم خيبة أمل من قيام اليونان عام 2004 أي قبل 11 عاما بمغالطة الاتحاد الأوروبي بمعطيات كاذبة لانضمام اليونان إلى الاتحاد الأوروبي اليوم ندفع ثمن تلك المغالطات لذلك أقول لك دعنا من الشعب وما يقوله ناس عاطفيون نحن نتعامل مع الاقتصاد على الاقتصاد نعم سنكمل عفوا على المقاطعة الآن نحن نرى مشاهدين صور مباشرة من العاصمة اليونانية آثينة وهناك تجمع بالطبع للمناصرين للفريقين المعارضين والمؤيدين لخطة الإنقاذ المالي أتابع معك سيد خميس أنا أقول بأن الاقتصاد يستلزم في التعامل بعقلانية وبمنطق وليس بعاطفية اليونان أمام مأزق اقتصادي رهيب الاتحاد الأوروبي اقترح على اليونان باكورة من الخطوات اللي يجب اتخاذها لإنقاذ الاقتصاد اليوناني ولقاء قبول حكومة اليونان حكومة سيباراس بهذه الباكورة أو البرنامج أوروبا على استعداد مد وجبة إضافية من الأكسوجين لإنقاذ اليونان ولكن الرئيس رئيس الوزراء اللذاء الذي جاء من الشعب هو رئيس وزراء ياساري يقول للشعب أمامنا أكبر تحدي هو أن نقول لا لأوروبا التي تحاول دوما الإملاء علينا الضغوط علينا نحن علينا أمام خيار إما نعيش بهامة مرفوعة وإما نحن نسير متقطعي الرأس أنا أريد لليونانين حياة وهم حياة كريمة رغدة ولكن ما تريده أوروبا لنا هو إذلال اليونان وهذا بحسب ما قاله رئيس الوزراء هنا أستقي سؤالي من إجابتك هل بالفعل الخطة والعرض الأوروبي على اليونان هو أكسوجين أم ثاني أكسود الكربون بالأساس هي مزيج من الاثنين أكسوجين وثاني أكسود الكربون لماذا أقول بأن اليوم اليونان أمام وضع اقتصادي مهيب يعني حالة يرثلها أوروبا تعيذ ذلك جيدا كان في اتصالات ما بين حكومة سيبراس ووزير خارجية أليكس سيبراس اليسري مع ممثلين أو منظرائه من أوروبا لا سيمة الألمانية والبريطانية والفرنسية حاولوا إجادة مخرجين وقال له إذا أردت أن نساعد بلادك على الخروج من هذه الأزمة عليكم قبول الخطة لإنقاذ الاقتصاد الخطة تنص على تقليم الأظافر لما يعرف باسم القطاع العام تقليص الرواتب تقليص المصاريف تقليص الميزانيات تقليص تقليص اليونانيون يروا في ذلك هي بمثابة إملاءات للتقشف أمر لا يمكن أن يقبل به تسافيراس لأنه أيام الانتخابات في الحملة الانتخابية التي توجد بانتخابها في شهر يناير الحالي قبعد الشعب اليوناني بحياة رغدة وبحياة كريمة إذن ومن جهة أخرى دع رئيس الوزراء اليوناني أليكس سيبراس إلى تصويت بلا في هذا الاستفتاء وذلك رفضاً للمقترحات الأخيرة التي طرحها الدائنون على آثنة فيما تهم وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس مجموعة اليورو باستخدام الإرهاب والابتزاز الشعب اليوناني يرسل اليوم رسالة قوية جداً رسالة كرامة وعزيمة الرسالة الخيار الحر الشعب اليوناني لديه فرصة لاتخاذ قرار حول الإنذار الأخير من مجموعة اليورو هذا وقت مقدس مجموعة اليورو تستخدم الأساليب الإرهابية لابتزازنا ولقبول شروطها تستخدم الإرهاب الساعي لتحقيق أجندات سياسية عن طريق إخافة وتهديد الناس هنا سيد خميس أبو العافي أريد أن أعود بهذه التعابير التي استقاها واختارها وزير المالية اليوناني الإرهاب والابتزاز كيف تقرأ ذلك؟ كل من يواجه مشكلة مع طرف آخر وترتطم مواقفه بمواقف الطرف الآخر بطبيعة الحالة هذا يؤدي إلى حالة من الإحباط حكومة سيفيراس اليوم هي محبطة هي ظنت بأن يقبل الاتحاد الأوروبي بكرة المقترحات اليونانية قبل أيام عدة وقال بأننا يمهلون مدة زمنية لكي نستطيع أن نجد حلا رفضت الاتحاد الأوروبي ورفضت ألمانيا وأصرت على أن تقوم اليونان بتزديد ديونها أو تزديد هذه الدفعة من الديون أمر لم تستطع أن تفعله اليونان لذلك لجأت حكومة سيفيراس أول متحدثين بإسمه وهي حكومة ياسرية لا تتوافق من حيث الأجندة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مع أجندات حكومة أوروبا لا سيما أنجيلا ميركل ألمانية وكذلك ديفيد كاميرون البريطاني هو لجأت المتحدثون بإسم هذه الحكومة لذلك لزوء إلى استعمال تعبير غير متبعة سياسيا ولا دبلوماسيا عندما اتهم محاولة أوروبا للإملاء عليهم بالابتزاز وبالإرهاب الإرهاب السياسي الإرهاب بالاقتصاد الإرهاب هذا بطبيع مرفوض وأثار ردودة فعلا غاضبة من قبل أوروبيين لا سيما أيضا في الساحات السياسية الأوروبية الألمانية خاصة هناك من استهجن وصف بأن هذه التعبير نوع من الإخافة وكأن حكومة سيبراس أعلنت حالة طوارئ داخلية فيها يعني أن وزير مالية يعلن أو يعرب عن نيته بالاستقالة هذا أمر مفاجئ هذا أمر مفاجئ إذا استقال فزيعكس مدى فشله لأنه هو يدرك جيدا بأن السياسة التي اتبعتها حكومة السفراس على مدار نصف عام هي سياسة فاشلة لم تعرف كيف أن تحاكي التحديات الخارجية والداخلية ولم تفي بوعودها وباتت بوعودها أمام المواطنين اليونانيين على أنها وعود عرقوبية لم يتم تنفيذ منها ولا أي شيء ما أود أن أقولها بأنه الكل بات يدرك جيدا بأنه اليونان يوم غد سوف تختلف تماما عن اليونان اليوم وأمس وأمس الأول لأنه بغض النظر عن نتيجة اليونان أمام أكبر تحدي لوجودها والكيانها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والآن معي عبر الخط الهاتفي المحلل والخبير الاقتصادي رمزي حلبي مساء الخير سيدي مساء الخير لك وللحضور أهلا بك بداية ما هي قراءتك العامة للمشهد اليوناني نعم يعني التوقعات بين مؤيد ومعارض هي يعني لم نعلم حتى الآن ما هي نتائج الحقيقية ولكن هناك من يقول بأن التكهنات في صالح المصوطين لا يعني لعدم قبول شروط الاتحاد الأوروبي وهذا معناه أولا دعم لرئيس اليونان إريكس سيبراس ولوزير ماليته فروفاكيس وفي هذه الحالة طبعا سيحدث أمرين الأمر الأول هو أنه سيكون نوع من الإعلان للإفلاس في البنوك اليونانية لأن البنك المركزي الأوروبي لن يضخ الأموال للبنوك اليونانية ومعنى ذلك أنه سيؤثر سلبا على الاقتصاد اليوناني وهذا سيؤثر أيضا على بورصات أوروبا التي بدأت تهبط وعلى بورصات أخرى في العالم ولكن من ناحية ثانية يمكن أن يعطي ذلك في حالة تصويت الشعب اليوناني ضد الاتفاقية يعطي فرصة للضغط على الاتحاد الأوروبي والحصول على شروط أفضل لجدولة الديون لليونان ويمكن أن يستغل ذلك سيبراس لتحسين أوضاع اليونان سيد حلبي أين كانت النتائج وأين كانت التوقعات ما بعد الاستفتاء في اليونان كيف ستؤثر النتيجة على الميدان على أرض الواقع على الشعب اليوناني؟ نعم الشعب اليوناني موجود في وضع سيء جدا فهو رهينة لسياسة الحكومة الجديدة التي كما ذكر الأخ خميس أبو العافية يعني أنا أقول بأنها في الأشهر الأخيرة هي تبيع المواطن الكثير من شعارات فارغة مثل الكرامة وعدم التنازل للاتحاد الأوروبي ولكن من ناحية ثانية عليها أن تدير شؤون البلاد وتخرج اليونان من هذه الأزمة الاقتصادية وتبدأ بالنمو الاقتصادي والعمل على يعني انعاش المرافق الاقتصادية وهذا لم نراه من حكومة سيبرانسوا باروفاكس ولكن يعني الآن يبدأ الاختبار الحقيقي يعني لا نفرض أن الشعب أيد موقف سيبرانسوا باروفاكس ما هي الخطوات التي سيتخذها؟ هل سيستمر في المماطلة ويعني أن يربح الوقت أكثر مقابل صدوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي أما سيتخذ قرارات واضحة وصارمة حتى يخرج اليونان من هذا المأزق نحن نرى أن البنوك مغلقة البورصة مغلقة الشعب اليوناني في نوع من اليأس لذلك هذه الأمور خطيرة جدا والسنرة سيحدث في الساعات القريبة بالطبع ونحن سنواصل تغطيطنا هذه ابقى معي المحلل والخبير الاقتصادي دكتور رمزي حلبي إذن في الوقت الذي أكد فيه تسيبرس أن نتائج الانتخابات ستفتح بابا جديدا لكل الشعوب في أوروبا للعودة إلى القيم المؤسسة للديمقراطية وتضامن في أوروبا أشارت التقديرات الأولية لنتائج الاستفتاء في اليونان إلى تقدم نسبة المصوطين بلا على نسبة المصوطين بنعم بتقدير يتراوح بين 2 إلى 4% ومن جانبهم عبر الدائنون الأوروبيون عن النتائج الكارثية على الأسواق الأوروبية وذلك في حال قرر الشعب رفض خطة الإنقاذ كما قال رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولز إن فوز معسكر لا فإن ذلك سيؤثر على اليونانيين وسيترك الخيار لليونانيين أن يختاروا عملة جديدة غير اليورو أعود إليك سيد خميس أبو العافي وهنا أنتقل إلى نقطة هامة هل نستطيع اعتبار هذا الاستفتاء الشعبي في اليونان يفتح الباب أيضا أمام الدول في أوروبا الضعيفة والضعيفة اقتصاديا بالأساس أنا أعتقد بأن نتائج الاستفتاء إذا صبت في مصلحة من يؤيد التصويت للا فهذا سوف يشجع ويحفز دولا أوروبية فقيرة لكي تحزو حزو اليونان في كيفية التعامل مع الاتحاد الأوروبي من هنا يقمن الخطر لذلك أنا أعتقد بأن هذه النقطة إن لم تغب عنك ولا تغب عني فسوف لا تغب عن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لذلك أنا أتوقع لذلك يحارب اليوم أتوقع صح أتوقع سياسة صارمة تجاه اليونان اليونان تنطلق نحو الإفلاس إلا إذا ترى تحول في اللحظة الأخيرة وتدخل طرف ثالث لإنقاذ الموقف فأنا أعتقد بأن الموقف اليوم موقف خطير والاستفتاء هو استفتاء تاريخي عشان تعرف أهم مرة واحدة شهدت اليونان معاصر عملية استفتاء قبل 41 عام عندما صوت اليوناني عام 1974 إلى نقل النظام السياسي في اليونان من نظام ملكي ديمقراطي إلى نظام جمهوري ديمقراطي أو رئاسي ديمقراطي اليوم يصوتون هناك من يتهم حكومة تفراس بأنها تعتزم الإنسلاخ عن الاتحاد الأوروبي لأجندات ولمآرب سياسية داخلية ونالك من يقول بأن تفراس يقود اليونان إلى طريق مسدود بالأخص هؤلاء الذين ينويونه وينافسونه على إذن بما أنه تحدثنا عن بقية الدول في أوروبا ومصالحها في اليونان أيضا هنا أشير وأنوه لأن الدين اليوناني مصدر المؤسسات الأوروبية والدول الأوروبية حيث أن حصة الألمان هي 700 يورو للفرد يليهم الإيطاليون بـ 630 ثم الفرنسيون بـ 600 يورو للفرد أما الآن فأنتقل إلى مفادتنا إلى العاصمة اليونانية أثناء رانين بولوس مرحبا بك رانين ضعينا في الصورة الحالية أهلين أمير أنا متواجدة الآن في ميدان سنتاغمي أمام مبنى البرلمان إذن ننتهي التصويت أغلقت سندوق الإقتراع الساعة السابعة مساء حصلنا على إحصائيات أولية التي تقول بأن 61% من الناخبين صوتوا بلا بينما 38% صوتوا نعم هذه إحصائيات أولية أمير نحن ننتظر النتائج النهائية من المتوقع أن يلقي كلمته رئيس الوزراء اليوناني أليكسس تسيبراس ويوجه كلمته إلى شعبه هنا خلف جماهير معظمها من المعارضين لشروط مجموعة اليورو من الذين صوتوا بأخي بمعنى لا إذن هذه الأجواء هنا يوجد أجواء احتفالات يعني صراحة أننا نشعر هنا بأن فريق اللا من صوت لا هو المنتصر اليوم لكن هذه إحصائيات أولية نحن بالطبع أمير سأوفيكم بالنتائج النهائية لكن هذا هو الوضع حتى الآن بالطبع رانين أشكرك على هذه المداخلة وسنتواصل معك لنقل أخر الحطلانات والمسجدات والآن أعود إلى المحلل والخبير الاقتصادي دكتور رمزي حلبي معي عبر الخط الهاتفي يعني الآن نقلت لنا الزميلة رانين بولوس من العاصمة اليونانية أثناء يعني معطيات تفيد بتقدم معسكر الرافض لخطة الإنقاذ الأوروبية هل نستطيع أن نقول أن اليونانيين اليوم أو اليونانيون اليوم يختارون التخلي عن خطة التقشف التي فرضتها المؤسسات في الاتحاد الأوروبي نعم يعني عندما يقول المواطن اليوناني لا فهو عمليا يقول أنا أرفض هذا الاقتراح المقدم من الاتحاد الأوروبي الذي يتكون من أولا مساعدة الاقتصاد اليوناني ولكن من ناحية ثانية مطالبة العمل على إصلاحات في هيكل الاقتصاد اليوناني وتصليح المرافق الاقتصادية معنى ذلك أنه يرفض هذا الشيء ولكن هذا لا يعني بشكل قاطع أنه يعلن انسلاخ أو انسحاب اليونان من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تستمر اليونان في انضمام إلى مجمع اليورو في حالة أخذت الحكومة هذه النتيجة كبعم من المواطن وذهبت لكي تحاور وتجري المحادثات مع القيادات الأوروبية بشكل جريء ولكن من خلال وضع هدف واضح عدم الانسحاب من الاتحاد الأوروبي هذه الامكانية واردة وفي حالة انسحبت اليونان من الاتحاد الأوروبي هذا سيكون تأثير كارثي على الاقتصاد الأوروبي عامة لأن هناك دول كما ذكرتم مثل البرتغال وإيطاليا وإسبانيا وغيرها اللي في عندها كثير من الصعوبات التي يمكن أن تكون مرشحة للخروج من اليورو وفي هذه الحالة سيكون خطر تفكك اقتصادي لمجمع اليورو أو لليورو جروب سيد حلبي هناك الكثير من اللغط في كل الموضوع الذي يتحدث عن إذا كان اليونانيون اليوم اختاروا معسكر لا فإن اليونان سيتخلى عن اليورو وضح لنا هذه النقطة لو سمحت نعم في حالة تخلى اليونان عن مجمع اليورو معنى ذلك أنه ستعود إلى العملة المحلية الدراخمة وهنا يمكن أن نأخذ من الناحية الاقتصادية الإيجابيات والسلبيات طبعا السلبيات معروفة عدم ضخ الأموال للبنوك اليونانية والتخبط في أزمة اقتصادية خانقة ولكن هناك أيضا إمكانية إيجابية وهي أن الدراخمة ستكون ضعيفة وعندما تكون الدراخمة ضعيفة هذا يؤثر بشكل إيجابي على قيل خضيتين الأولى استثمارات خارجية كبيرة في اليونان والثانية هي تشجيع للتصدير اليوناني إلى خارج البلاد مع الأخذ بأن اعتبارا الاقتصاد اليوناني ضعيف ولكن هناك من يقول من المحلل الاقتصادين هذا يمكن يعود بالفائد على الاقتصاد اليوناني وهذا طبعا شيء غريب إلى حد ما ولكن هذه الإمكانية واردة إذن المحلل والخبير الاقتصادي دكتور رمزي حلبي كنت معنا وأشكرك على هذه المداخلة سيد خميس يبدو أن تيبراس سيذهب إلى طاولة المحادثات والمفاوضات مع ورقة قوية وورقة رابحة في حال طبعا كان الاستطلاع صحيح القصة اليونانية هي قصة تراجيديا اليونانية القديمة كلنا قرأنا قصص وروائيات عن المتسول الوقح سيبراس هو المتسول الوقح في الاتحاد الأوروبي هو الذي أوصل شعب أوصل حاله إلى هذا المنح إلى خانة اليك والآن يريد أو يحاول أن يشترط على الاتحاد الأوروبي أنت عليك أن تدرك جدا بأن اليونانيون هم الذين أوصلوا حالهم إلى هذا العضاهم فهم يقال عنهم يعني معرفون بالكسل أنا سمعت الكثيرون من منظروا اليونان قالوا بأن الأسواق المهمة تغلق أبوابها وتوسد أبوابها في ساعة ثالثة قبل العصر لكي يذهبوا إلى شواطئ البحر ولكي يذهبوا إلى البارات والحنات والمشارب اليونان عليها قبول مقترحات الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي عندما جاءت لم تأتي من نقطة استعلائية تفرض على اليونان قالت اليونان إذا أردت المخرج وإذا أردت المعونة منا علينا أن نضمن أموالنا لكن سيد خميس يعني لا نستطيع أن نلقي اللوم على الشعب الشعب إن كان كسولا أو غير كسول يعني أيضا أن نستطيع بهذه المرحلة ربما أن نلقي اللوم على النظام الرأسمالي العالمي والأوروبي بالتحديد النظام دائما لنا سهل أن نلقي دائما اللوم على الأنظمة ونتهم الأنظمة ونقول أن النظام هو منبثق عن الشعب وهو يعكس وهو مرآة الشعب في اليونان كانت هناك حكومات متعاقبة يامنية متشددة واليوم هناك حكومة ياسرية وعدت الشعب ما وعدته وعدت الشعب أن تأتي بالحياة الكريمة مضت أكثر من سبع أشهر وحتى الآن لم نشهد ولا تحقيق ولا تحقيق أي إنجاز لحكومة براس في المجال الداخلي الاقتصادي إذا أردت اليونان أن تخرج من هذا المأزق عليها أن تضع يدها ويديها بأيدي الاتحاد الأوروبي لإيجاد مخرج حقيقي يخرج اليونان من أزمة الاقتصادية ويمنع ضربة اقتصادية أو ما يعرف باسم التسونامي الموجة العادية للاقتصاد الأوروبي لأن لذلك سوف يكون انعكاسات سلبية جدا على الاقتصاد في جميع أنحاء المأمورة إذن دعنا ننتقل إلى رأي الشارع اليوناني الذي ينقسم بين مؤيد عفوا ومعارض الاستفتاء بشكل متساون حسب ما أفادت عدة استطلاعات رأي فيما سبق أو في الأيام السابقة وذلك وسط تخوفات جمع على مستقبل البلاد أمل أن تصوت الأغلبية بلا لأننا نشعر بخيبة أمل تجاه أوروبا وسلوكها ما يجعل العطلين عن العمل والأجور والمعاشات التقاعدية تحت التهديد لذلك فأن الأمل الوحيد هو بتسيبرس وحكومته الهنان تنتمي إلى أوروبا ونحن بحاجة إلى البقاء بأي ثمن نحن مضطرون لدفع الثمن للبقاء تحت كنف الاتحاد الأوروبي يعني سيد خميس أبو العافي سمعنا قسما أو قسطا من الاستطلاعات التي أوفتنا بها الزميلة رانين بولوس وبعض الاستطلاعات التي نشرت في وسائل الإعلام الأوروبية واليونانية ماذا ننتظر إلى أين سيذهب اليونان؟ أولا لأول مرة نشهد الإعلام في اليونان كان إعلاما مجندا للطرف بالأخص للطرف الذين يؤيدون كلمة التصويت بنعم للبقاء في الاتحاد الأوروبي وليقبول بإملاءات الاتحاد الأوروبي رأينا استطلاعات الرأي العام مجندة هناك كان فيه تلاعب في استطلاع الرأي العام كل طرف حاول أن يخدم أجندته ما قالته الأستاذة رانين بولوس هو يعكس حيز ضئيل نسبة ضئيلة من نسبة فرز الأصوات في صندوق الاقتراع وهو لا يمثل جميع صندوق الاقتراع ولكن هذا لا يعني أنا سمعت أن هناك تتعاقب الأنباء التي تؤكد أن هناك إزدياد لصالح الذين صوتوا لكلمة لا لا للإمناءات الاتحاد الأوروبي قالوا لا أم قالوا نعم اليونان يوم غدا سوف يختلف عن اليونان اليوم ويوم أمس وأمس الأول إذن معك سيد خميس أبو العافي ومع مشاهدين أنتقل الآن ببث مباشر إلى الزميلة والموفدة لآي 24 نيوز في العاصمة اليونانية آثينا رانين بولوس مرحبا بك رانين مرة أخرى ماذا تخبرينما الجديد لديك؟ أهلا أمير أريد أن أعاقب على كلام أستاذ خميس أبو العافي بالفعل هذا كلام صحيح الأصوات لم تنتهي فرز الأصوات هذه إحصائيات فقط أولية لكن يعني ضعني أشارككم بشعوري أنا هنا متواجدة الشارع اليوناني يعني بداية كنت أيضا أنا أعتقد أن الشعب اليوناني منقسم إلى قسمين لكن حقيقة الشعور الذي يسيطر هنا هو المعارضين لشروط مجموعة اليورو يعني خلف جميع المظاهرات يعني لم أرى حتى الآن شخص واحد من الذين قالوا نعم أمام مبنى البرلمان جميع المتجمهرين هنا هم من المعارضين فنعم بالفعل هذا البرلمان من المفروض أن الجميع يأتي هنا نعم رانين إذن إلى هنا أود أن أشكرك وبالطبع سنتواصل معك في النشرات الموجزة بـ 24 نيوز لنقل آخر المسجدات أشكرك أيضا السيد خميس أبو العافي المحلل السياسي والإعلامي كنت معنا طيلة هذه التغطية أشكركم مشاهدين أيضا على متابعة هذه التغطية الخاصة بالاستفتاء الشعب العام في اليونان إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر